فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية محسن الله إليكم شيخ قال رحمه الله كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مالا معين في مكان يقول في العلم أن العلم بالعام يقتضع العلم بالخاص قال كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مالا معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتتابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده هذا كل تنثيل للقاعدة السابقة أن الأمر العام والنهي العام لا يتحقق ببعض جزئياته وأفراده من ناحية الامتثال أما من ناحية التحريم فالمحرم حرام قليله وكثيره كما سبق في الخمر وكما في الربا قال فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قصد بالأول لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به ففي قوله أكرمه طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق وذلك لأن حصول المعين مقتضل لحصول المطلق وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنساء وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة كل هذا تابع لتقرير القاعدة التي ذكرها رحمه بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور فما زاد على ذلك لا حاجة إليه نعم هو كما سبق كل هذا تقرير لما سبق قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي كما سبق أنه إن سلمنا نعم أن الامتثال يتحقق بفعل بعض أجزاء العام بفعل بعض أجزاء العام لو فسلمنا هذا فإن الزيادة على ذلك من امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي الزيادة من ذلك زيادة خير زيادة خير فنحن نتجنب ما نص عليه امتثالا للأمر في ذلك ونزيد على ذلك عملا بالعموم أيضا عملا بالعموم ترجمة نانسي قنقر